اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت الابرقة لحمد بن سالب بن علي بن جهويل النابط المريو على المركز الرابع المركز الرابع الشعار الأحمر المتواجد مع الجانب الآخر تصل مشاهدي الحزاء وتتقدم جمهرة لعبدالله بن الخليفة بمحمد بن شاهين المرر يحتل المركز الرابع بينما المركز الخامس المركز الخامس شعار بن حفار يتواجد وينطلق مشاهدي الحزاء مع الضبية حمد بن اسهيل بن عبدالهادي بن حفار المري على مستوى المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدي الحزاء للمركز الخمسة الأولى نحود ونتحول إلى أول المركز نتابع المنطريقة في هذا الشوت المركز الأول الشايب اللي جرى الله بن سالب مسلب بن جرى الله نابة المري بينما المركز الثاني اللي تتقدم في هذه اللحظات وتحتل المركز الثاني الساحي اللي بخيط بن سالب محمد اللي بخيط المري يحتل المركز الثاني ويقدم الساحية بينما المركز الثالث وصلت الضبية لحمد بن اسهيل بن عبدالهادي بن حفار المري وعلى رابع المراكز تبقى هنا مشهد الأعزاء جمهرة لعبد الله بن خليفة بن محمد بن شهين المرر وشعار بن جهويل القادم مع خامس المراكز مقدم مشهد الأعزاء لبرقة حمد بن سالب بن علي بن جهويل النابت المري هذه النتيجة مشهد الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى للنداء الثاني وهناك أسماء لن يحن موعد تواجده في عالم الإذاح نترقب دخول جديد على المراكز الأولى نعود إلى مقدمة الشوت نعود إلى الصدارة نتابع أول المراكز السعي لبخيت بن سالب محمد بن بخيت المري لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوت بينما المركز الثاني الضبيل حمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار المري وعلى ثالث المراكز الشايبة لجرالله بن سالب المسلم بن جرالله النابت المري يتواجد مع ثالث المراكز المركز الرابع المركز الرابع جمهره لعبدالله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر وعلى خامس المراكز أول ظهور ويذاع في هذا الشوت نوف لسعد بن شاكر بن زيد شريف يصل لأول نداء ويحتل المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع هذه الأسماء الكبيرة وهناك أسماء وسيل جارب من الأبكار تنطلق مع المراكز الخلفية ولكن نعود إلى الصدارة نعود مشاهدي الأعزاء إلى المقدمة نعود إلى أول المراكز يا سلام الكادر الأول عبر قناة الريان نتابع المنطلقة والمعلنة لهذا التحدي السعي لبخيت بن سالب محمد بن بخيت المري لا زال قائدا لهذه المسيرة قائدا لهذا السرب المميز ولكن المركز الثاني ضبيع حمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار المري شعار بن حفار يتواجد مع ثاني المراكز مقدم الضبيع مع ثاني المراكز وعلى ثالث المراكز الشايبة جرالة بن سالب يمسل بن جرالة النابت المري بينما المركز الرابع يليها مباشرة المنطلقة مع رابع المراكز تصل لمشاهدنا العزاء وتتقدم هذه جمهرة لعبدالله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر وشحار الشريف مع خامس المراكز بتواجد نوف سحد بن شاكل بن زيد العبدالشريف يتقدم مشاهدي العزاء مع خامس المراكز هذه النتيجة مشاهدي العزاء هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى لم يتغير شيء على المقدمة هنا شعار بخيت بن سالب محمد بن بخيت المري يقدم الساعي على أول المراكز هذه الساعي على المقدمة تنطلق في صدارة الشوط بينما المركز الثاني الضبي تتواجد لحمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار المري تترقب هذا الموقف وتنطلق مع ثاني المراكز وعلى المركز الثالث تصل الجمهرة لحبدالله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر ولكن تتسلم من قبل الشايبة جار الله بن سالب بن جار الله النابت المري وعلى خامس المراكز وصلت نوف سعد بن شاكر بن زيد الشريف القادم مع خامس المراكز هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء 1200 عن خط نهاية 1200 عن ناموس هذا الشوط هنا بن فاتوح يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح يقدم لنا السعي بخيت بن سالب محمد بن بخيت المري على المقدمة يقدم السعي من تسعى إلى الناموس إلى الفوز وإلى الانتصار هذه السعي على المقدمة ولكن بن حفار رافع رأية الخطورة والتهديد مع ثاني المراكز مع ضبي حمد بن سهيل بن عبدالهادي بن حفار المري وعلى المركز الثالث وصلت الشايبة جر الله بن سالب مسل بن جر الله النابت المري يا السلام وصلت إلى أسماء الكبيرة نتابع المنطلق الشعار الأخضر القادمة مشاهدي الأعزاء مع رابع المراكز المعلنة لهذا التحدي الله القادمة تصل مشاهدين الأعزاء وصلت لغزيل سعيد بن محمد بن حمد بلحوت العامري يصل العامري لأول نداء معلغ زي الياس هلا تنطلق الغزال ولكن هنا مشاهدي الأحزاء الساعية الساعية ساعية إلى النموس إلى الفوز والانتصار بدون أي أوامر ولا شبه تعليمات تنطلق مشاهدي الأحزاء الساعية انطلاق ذاتية وعرض مميز بخيط بن سالم محمد المري يقدم الساعية بدون منافس ومنازح للإطلاق النقطة الثاني للمالك الساعية بخيط بن سالم بن محمد بن بخيط المري مشكور يا الفتوح على هذا الأداء الجميل مع الساعية هذه مشاهدي الأحزاء الساعية تصل إلى خط نهاية بأمنا وسلام تهانينا والنموس لك بن بخيط على هذا الفوز المميز مع الساعية بدون منافس على الإطلاق تهانينا وألف مبروك لحظات الوصول والعبور هذه الساعية بن سالم بن محمد بن بخيط المري تحت المركز الأول المركز الثاني الغزيل لسعيد بن محمد بن حوت العامري المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الحزاء مخلفة لناجي بن مسفر بن صالح الحجم المركز الرابع جاءت في مشاهدي الأعزاء بن سالم بن محمد بن بخيط المري على هذا الفوز وهذه الساعية عبر قناة الريان تتابعون أعزاء المشاهدين لحظت وصولها إلى خط نهاية والتوقيت الزمني أفضل توقيت في هذا الصباح مع الساعية تحطم تحت أقدام الساعية نهني بخيط بن سالم بن محمد بخيط المري التوقيت الثامن سبع دقائق 33 ثاني بدون أجزاء من الثاني أفضل توقيت يتحطم مع الساعية في هذا الشوط بينما المركز الثاني جاءت في مشاهدي الأعزاء الغزيل شعار الحامري والتوقيت الزمني للغزيل سبع دقائق أربعين ثانية أربع جزاء من الثاني تهانين ونموس لسعيد بن محمد بن حوت العامري المركز الثالث المركز الثاني مخلفة لناجي بن مسفر بن صالح الرزق الحجمي مع المركز الثالث والتوقيت الزمني سبع دقائق 41 ثاني و سبع جزاء من الثاني تهانين ونموس لجميع الفائزين